السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبة تصفر الأول الأعدادي لغاية أهلا ومرحبا بكم معيكم مسؤولة وإن شاء الله هنبدأ المهاردة فيديو جديد هنبدأ unit 4 our world يلا بينا نبدأ سريعا The first part we will start today is vocabulary okay The first word is fragile fragile معناها أو قابل الكثر easy to be broken سهل قوي إن نحنا نكسرو okay The next word is planet planet a large round object in space it moves around the sun as the earth طبعا نحنا عندنا في solar system عندنا 8 planets okay the next word is tornadoes the next word is tornadoes tornadoes معناها عصير okay 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 the next word is twisters 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 معناها عصير أو عصير طبعا هنا twisters فيها اس فبالتالي تبقى plural اسم gamma okay it's a name of a tornadoes it's a name of a tornadoes ذا اسم لنوع من أنواع الأعصير the next word is where the wind is where the wind is اللي هي زوبعة أو بنقول عليها عصير okay what kind of wind with speeds of up to 400 km per hour نوع من الرياح بتصل سرعتها لربعمية كيلو متر في الساعة okay let's move to the next word is fascinating fascinating معناها its meaning wonderful okay like wonderful grateful وحكذا okay the next dramatic dramatic هنا مثير أو حاجة درامية action with excitement action with excitement action with excitement okay sign sign a hint to indicate something المفروض sign إشارة أو لافدة okay a hint to indicate something the next word is climate change climate change اللي هو تغير المناخ when the climate become different thunderstorms thunderstorms أوصف رادية يعني أوصفة رادية تمام a storm which has loud noise اللي هي أوصفة بيكون صوتها مزعق أو عالي هوريكان 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 عصير a violent storm with very strong wind عصفة قوية جدا ويه بتكون رياحة قوية الثقافة هي فلوود 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 كفرد في ماء الثقافة الثقافة هي كلبال كلبال عالمي حاجة مرتبطة بالعالم ككل حاجة مرتبطة بالعالم ككل temperature درجة الحرارة the degree of heat the degree of heat weather weather the temperature or condition inside for example if it's hot درجة الحرارة خارجيا أو أننا نوضح إذا كان الجو حر أو لا طيب فيه نقطة تانية ممكن نترحها برضو الفرق ما بين weather and climate weather weather معناها أننا دلوقتي بشوف the condition of weather أو حالة التقسي بتاعتي تمام؟ سواء كان النهاردة بكرة بعده وهكذا لفترة زمنية وليلة لكن climate إن أنا بشوف المناخ ككل يعني مثلا مصر في الصيف بتكون الجو عملت زي وفي الشتاء بيكون عملت زي فأنا هنا بشوف المناخ مرتبط بمكان معين تمام؟ وكمان لمدة زمنية معينة يعني ممكن فصل الصيف أو فصل الشتاء فصل خريف تمام؟ لكن weather لفترة زمنية بسيطة the next word is type types kind أنواع natural natural طبيعي not by people دي حاجة طبيعية الإنسان ملوش أي داخل فيها the next word is the pools طبعا عندنا two pools the pools the pools الأول معناها الكتبين تمام؟ اللي هو الكتب الشمالي والكتب الجنوبي we have two pools the north pool and south pool the end of the earth وده انتهاء للقرى الأرضية okey melt melt معناها يزوب it changes from solid into liquid أن أنا بغير المادة بتاعتي من حالة صلبة الحالة من حالة غزية من حالة سائلة لحالة غزية okay so the next word is coastal 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 معناها ساحلي situated on the coast زي المناطق اللي بتبقى موجودة على البحار هكذا تمام؟ let's move to the second group of artists number one the environment the environment هنا معناها البيئة the air, land, water, where people, animals and plants live طبعا دي معروفة البيئة ديت سواء كان هوا أو تربة ما أي حاجة مرتبطة بقى سواء بالإنسان بالحيوان بالنبات ده المكان اللي احنا عايشين فيه okay this is the environment recycling recycling عاد التدوير things such as paper, glass, plastic can be used again and again يعني دي حاجات زي بقى الزجاج زي البيئة و البلاستيك في حاجات بقدر استخدمها مرة و اثنين و ثلاثة وهكذا okay the second word the next word sorry the next word is letter 재ة the next word is pollution pollution معناها التلوث damaged caused to water, air because of waste that means er او ميه او هوا او اي شيء تمام باستخدام او بسبب القمامة او المخلفات تناكس توردس فاكتور فيومس فاكتور فيومس اللي هي ابخرة المصانع ممكن نقول عليها اتخنت المصانع اللي هو الدخين اللي بيخرج من المصانع غازات او ادخينها بتبقى خطيرة جدا ودي هت اللي بتخرج من المصانع رايم فريستس هنقدر اسيب الكلمة دي زي ما هي بالاس وهتديني غابات مطيرة وده المعنى اللي موجود معنا لكن كمان ممكن احزف الاس وهتديني معنى مختلف اللي هو غابات استوائية ودي هت موقعها على خط الاستواء هنا هيبقى معناها غابات مطيرة فريستس with a lot of tall trees غابات اشجرها بتبقى مرتفعة او عالية جدا اتماسفير اتماسفير اللي هو الغلاف الجوي the liar of gases around the earth دي الطوقة الغازات المحيطه بكوكب الارض وده الغلاف الجوي ده اللي احنا عايشين فيه رابش رابش ليه القمامة لها معانى كثير طبعا ثانية garbage waste materials or litter انا هنا عندي كذا معانى مختلف لها the next word is power station power station محط الطاقة a place where electricity is produced ده المكان اللي بيتم فيه انتاج الطاقة الكهربائية okay the next word aacris aacris equal to فدان فدان ايوه بالضبط فدان اللي هو مساحة زراعية او مساحة من الارض زراعية وبيساوي 21 ايرات ايرات okay والايرات الواحد بيساوي 21 سهم okay طيب energy عندنا 3 types of energy ثلاث انواح من الطاقة the first solar solar هنا معناها بوقع شمسية وديت تخرج من الشمس اه بتخرج من الشمس the second wind wind come out of the wind بتيجي من من الرياح the third is nuclear 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 come out of chemical reaction اللي بتيجي من المواد الكيميائية okay اه دي اخطر حاجة انه clear لكن الصورر والويند اه دول اه طاقة مظيفة okay اه the next word is waves 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 اه اه اللي هي موجات موجات مش موجات اللي هي موجات كهربائية موجات هنا معناها اه موجة موجة البحر تمام يعني عشان ايه محدش اخطرط عليه الامر موجة البحر a line of higher water that moves across the surface of the sea اه خط عالي من المياه اه بيتحرك في اتجاه سطح البحر تمام الموجة بتاعة البحر اه cool 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 فحم hard black substance that's used as a fuel بنستخدمه اه هو طبعا حجر او مادة سودة و اه صوبة بنستخدمها كوقود oil 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 z a thick liquid that comes from under the air's surface اه سائل سميك جدا بيجي او بنستخرجه من باطن الارض okay hydro electric hydro electric دي كلمة دي مهمة جدا hydro electric معناها الطاقة الكهرمائية يعني من خلال اسمها يبقى كده عارفنا هي ايه بالظبط يبقى electricity which n produced from waterfalls اه الكهرباء اللي بتنتج عن طريق الشلالات يعني عندنا في مصر السد العالي تمام تنتج منه الكهرباء okay let's move to next word is nuclear power طاقة نووية power which is released as a tomb is divided اه طبعا بتكون من خلال انقثام النوائي انقثام الزرة okay the next word is percentage percentage نسبة ماءوية compare to 100% يعني بنقول عليها percentage the next form is the next is forms 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 معناها اشكال او نوع اه تمام the kindest or types kindest or types renewable renewable can be renewed again اللي هي متقددة يعني طاقة بقدر استخدمه مره اثنين وثلاثة okay the next word cycle 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 to write a pie scale ان الشخص ده بيركب دراجة to a write a pie scale okay lamps 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 اه ده المكان اللي الدراجة يعني مثلا احنا دلوقتي بنبقى ماشيين فو طريق طمام منلاحز كده ان الطريق ده معين مينفعش ان السيارات يمشي فيه لكن الطريق ده بيبقى مخصص للباي سكلز فقط okay this is lamps places in the roads for the pie scale a sport is facilities what is منشآت رياضية places such as clubs for practicing sports يبقى ده مكان او اماكن زي النوادي لممارسة الرياضة okay pole game pole game اللي هي العاب القرة ديت الالعاب اللي بنستخدم فيها القرة for example football basketball tennis squash واش اي حاجة فيها القرة اصلا okay games which are played with balls as football basketball basketball tennis and so on the next word is skateboarding 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 اللي هي ركوب الامواج okay to use a port for skating over the surface of the water okay ان انت بيبقى معاك زى لوح كده ايه بان استخدمها عشان اه تزحلك فوق سطح المياه okay clean up clean up clean up ينظف طبعا هنا ممكن clean up تمشي معي للperson و كمان place يبقى to make a person or place clean ان الشخص ده او الشيء ده بيكون نظيف اوكي اوكي عديز الطالب let's move to the second point or the second part is linguistic نوت عندي في linguistic نوت four parts the first part is proposition نستار every one step by step propositions حروف الجر on tv on tv on tv انا مش بجيب حاجة من على التلفزيون من عليه مثلا ممكن حط ال receiver على التلفزيون لا خالص هي مش كده على التلفزيون يعني اصود انه بيشاهد حاجة على التلفزيون تمام اه go away go away go away معناها يبتعد go away go way اوكي cut down cut down اه انهي الامر لما مثلا حديد يتكلم في حاجة يقوله cut down خلاص بقى لا تمام تمام continue to continue to استمر اه زي go on او go ahead okay okay go up go up go up يقدم او يستمر او يصعد تمام اه clean up clean up clean up معناها السرعة يعني السرعة تصل الى اه ممكن نقول في الساعة او لكل ساعة اه global warming احتباس حراري global warming global warming اه coastal cities coastal cities اللى هو مدن ساحلية يعني يصدنا ان مدن تقع على السواحل البحور او المحيطات for example alexandria is a coastal city يعني ايه يعني الاسكندرية مدنة ساحلية تقع على ساحل البحر الابيض المتوسط okay the next word is dramatic changes dramatic changes dramatic changes ممكن نقول عليها تغيرات مثيرة او تغيرات دراماتيكية okay the last word in phrases and idioms is radio interview اللى هو حوار اذاعى او حوار في الراديو okay let's move to the next point is phrases for writing ودي مهمة جدا عزيزي طالب الصف الاول الاعدادي على فكرة مهمة جدا ان انا بقى عارف اكتب paragraph اكتب ايميل اكتب writing اللى هو letters الحاجات دى كلها انا ممكن اكون بعرف حل كل الاسئلة بس اجي عند جزء writing وما بقاش عارف طيب انا استفدت ايه؟ مش انا مش انا بتواجد كتير قوي من الطلبة بس نحاول ان احنا نتعلم نكتب مش قصدي ان احنا نكتب اي يعني مش اي باراجرافي قابلنا اه اي باراجرافي قابلنا لازم اكتب فيه تمام? بس نحاول نكتب مش هنسيب الدنيا فاضية تمام؟ يعني انا عندي طلبة فعلا بيغلطوا وبيسيبوا جزء ال paragraph ده فاضي خالص اه هو غلط لازم تقوى عارفين وتأكدين مية في المية ان الموضوع ده غلط 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 انا كده بضيع كتير جدا من من المركز بتاعتي لا وغير كده كمان دي مشكلة هتواجهني بعد كده انا كطالب هاجي مثلا اطلع في المرحلة بقى السنوية هبقى مش عارف ان انا كتب تمام؟ عشان ما يعني ايه نوفر كلام في الموضوع ده فنحاول ان احنا بقدر الامكان نكرأ كتير نتعلم كلمات جديدة كتير نشوف البراكرافيات بتتكتب ازاي نحاول ان احنا نشوف ونتعلم مش هنقول نقلد لا خالص بس بقدر الامكان نحاول ان احنا نتعلم حاجة من اي براكرافي موجود قدامنا نشوف التنسيق عامل ازاي بادئ بايه اللي هو الليفلز بتاع البراجرافي مستويات البراجرافي يعني يقصدين الفقرات ازاي بدأتها ازاي ابدأ الفقرة ازاي هنهي الفقرة وهكذا تمام؟ طيب ثابسة ازاي لو انا عايز ابدأ موضوع عندي ممكن اقول بداية او مبدئيا او اولا او قبل كل شيء فممكن استخدم النقطة دي يبقى first of all اولا او قبل كل شيء I think that اعتقد ان طبعا I think that هنا لازم يجي بعدها sentence that لازم يجي بعدها sentence كاملة sentence كان من subject we verb وهكذا تمام طيب also I believe that also I believe that يصد هنا ايضا اعتقد ذلك او اصدق ان تمام وبرضو اجيب بعد ذات a complete sentence تمام طيب in my opinion in my opinion في رأيي طبعا ممكن يجي بارغرايف او اي حاجة يقولي وابدي رأيك او يبقى انا هنا ممكن استخدم مقول in my opinion تمام in addition to بالاضافة الى in addition to okay طيب the last subject the last point is finally I'm sure that finally واخيرا انا متأكد ان يبقى انا عندي five sentences او five phrases اقدر استخدمهم في كتابة البراغرافز اوكي مش بس باراغرافز على فكرة ممكن استخدمها في كتابة ايميل اه في كتابة اه اه في كتابة اه letter او حاجة من الحاجات دي تمام طيب النقطة دي مهمة جدا محدش انا طولت كلام فيها بس اه لانها فعلا مهمة وتستاهل احنا نتكلم فيها كتير اه ابسط حاجة لو انا مش لاقي حاجة اتكلم فيها او لو جايلي مثلا باراغرافز عن موضوع وانا مش عارف اتكلم عن الموضوع ده ابسط حاجة ادخل على الانترنت بس مش معنى ان انا ادخل على الانترنت يبقى هاخد كابة بست وكابة باست وخلاص كده الدنيا بقت تمام لا خالص انا ممكن اقرأ الطابك تمام ممكن اقرأ الطابك عادي خالص وابدا ان انا وفهمه كويس جدا وبعدين اطبق بقى الحاجات ديت بنفسي تمام يبقى انا كده اعملت كذا حاجة اريت معلومات جديدة عن الموضوع اللي انا ما كنتش عارفه بدأت اطبقه بنفسي اتعلمت ازاي ان انا ابحث عن المعلومة وازاي ادور عليها وازاي اقدر استنتج ودي رأيي كمان يعني دي كذا نقطة تمام طيب طيب اه the last point here is Confusible Words اه the first three words is Recycle, Reuse and Renew Recycle زي ما قلنا في الفكاب معناها اعادة تدوير To use waste material in industry again بقى باستخدم المواد او المخلفات في صنوع مرة تانية Okay, Reuse something can be used many times okay for example the glass bottles بقدر استخدم الزجاج دي بقدر استخدمها مرات كتير Okay, Renew it can be renewed naturally as solar power يبقى ديت حاجة بتتجد طبيعيا زي الطاقة الشمسية حقيقي فعلا نحن كل يوم فيه شمس جديده بتدلع فدي طاقة متجددة Okay, Rise, Reise and Rose طبعا دي الكلمة دي مش موجودة معنا او ممكن او او اي فعلا مش موجودة معنا اصلا Okay, فممكن نستخدم بس ال three words is dual يبقى Rise to get up or sunrise نعم انت تستيكز او تنهض او شروك الشمس كمان Raise to make something high for example raise your hand رفع ايدك Okay, Rules to evoke feelings such as anger or suspect ان الشخص ده مش او الله عليه يعني يكتم وغضبه بقا وحاجات كده Okay, The next two point is عزيز الطالب or petrol and oil الفرق من بينهم هو انا كطالب انا كطالب عادي خالص انا ممكن اشوف اللي اتنين وقول اللي اتنين زيت عادي تمام المترجم الى الارض لكي لا يوجد احد اطلابات فيها الثاني يوجد الارض 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 طاقة طاقة هناك اختلاف الارض الارض حاجة نستخدمها عشان تشتغل او نيتعمل لكن الارض موضوع موضوع طاقة حاجة تستخدم طاقة المترجم الى الارض الارض مختلفة طاقة طاقة وطاقة بقية هنا 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 ليس فورس هنا معناها كوات كواتنا الجوية لقد لعبت كواتنا الجوية كواتنا الجوية لقد لعبت كواتنا الجوية دورا مهما في حرب 1973 الارض الأمر المترجم الثالث الثالث ينصح ودسولف هنا معناها يذوب ودي بتحصل في الليكوز فقط لا غير يعني for example sugar dissolves in the water salt dissolves in the water اوكي وهكذا اوكي عزيز الطالب احنا هنقف هنا النهاردة تمام وان شاء الله هنستكمل باقي اليونت في البارتس اللي جاية انا عرفة ان في ناس ممكن تكون سبقت في المذاكرة معلشي احيو رضغط الفيديوز الفترة اللي جاية ان شاء الله اتمنى لكم التوفيق واستعودعكم الله اللي زي لا تضيع ودقيعه اوه معلشي ما تنسوش ممكن نعمل شير للفيديو لزمالنا بس لان في ناس بتبقى محتاجة الفيديوز ديت لانها مهمة بالنسبة لهم اوكي واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو جاي واستعودعكم الله اللي زي لا تضيع ودقيعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته